موسيقى أهلا بكم مطلع القرن العشرين ونحن نرزح تحت وطأة المستعمر كتبنا مبنى دور عصبية الجبيلة فكيف بالله نكصنا على أعقابنا حين حل علينا العام 2020 حتى لنكتب بأيد متعطشة للدماء وأصابع تضغط بعصبية على السلاح تواريخ أو تواريخ غابرة لا تأتي إلا من قبيل البسوس وداحس والغبراء ولكامل المفارقة فإن سياسة الأرض المشتعلة الأخذة في الاتساع إنما تجيء بعد الإطاحة بنظام أصف بأنه أوغل في قبلنة صراعاته وما همه أن تكون بلغانا أخرى ولذا فقد سار بكامل الوعي لينفذ سياسة ما سبقها عليه غير المستعمر البغيض سياسة فرق تسد ومع ذلك ما ساد بل ذهب على أيدي فتية آمنوا بوطنهم وزادهم الوعي هدى وما يجعلنا نسأل مع كل بادرة عنف قبلي هل زال نظام البشير فيما بقي أثره السيء والتأثير؟ وللمفارقة أيضا فإن شد الأطراف الجاري حاليا إنما يأتي بعد ثورة كان أحد أهم شعراتها يا العنصر المغرور كل البلد دارفور إذن لما تقافزت في وجهنا النعرات ليس في دارفور أحدها بل تكاد تعم علينا الجهات الأربع فأين المفر وأين هو الخلل وثورتنا في دباجاتها جاءت خلوا من كل تمييز ولا فضل فيها لعربي على أعجمي إلا بالكفاءة والتقوى يعلمها رب العالمين وطالما كنا في مقام سؤال لنسأل كذلك عن أس هذا الخراب الذي ينخر في ساس دولتنا الناهضة هل هو من جراء ضعف الدولة أم لوهن ممسكات الوحدة الوطنية فيها أم لقلة الوعي بين أهلها أم أن ذلك لكوننا أرجعنا سيوفنا في أغمدها ضد من وصفوا بأنهم رفعوا مصاحف فوق الرماح بوقت تقول فيه القرائن ما ترجع السيف الجفير والدنيا فايري مصادمة وعليه نحن في مقام التساؤل والرجاء أتساؤل عن سر انحضار الأوضاع لهذا الحد في العام 2020 ورجعوا بأن نعود لبداية العشرينيات لننشد جعلي وضنغلاوي وشايقي إيه فايداني خلقت خصام خلت أخوي عداني خلوا نبانا يسري للبعيد وداني اكفني الأبونا والجنس سوداني أهلا بكم نسعد مشاهدينا أن نناقش ملف وأسباب تنامي الصراعات القبلية في هذه الحلقة من دائرة الحدث على قناة سنانية 24 ونحن نصديف في هذه الحلقة عضو مجلس السيادة الانتقالي البروفيسور صديق تاور كل عام وأنت بخير وشكرا جزيلا على تلبية هذه الدعوة شكرا جزيلا كل عام وأنتم بخير والتحية للمشاهدين الكرام ونتمنى أن ينصلح حال البلاد والعباد إن شاء الله أهلا بك وبداية دعنا نبدأ بالسؤال الذي هو تساؤل الجميع في السودان وأهل السودان وحبذا لو كانت الإجابة من الجهات الرسمية وتحديدا من المجلس السيدي ما هي أسباب تنامي الصراعات القبلية في هذه الفترة تحديدا السؤال مشروع ومقلق بالتأكيد وكما تفضلت في المقدمة السرية التي تتحت بها هذه الحلقة يعني جملة أسباب يمكن أن تفسر هذه الظاهرة ولكن دعنا ننظر إلى أن هذه الأحداث ظلت مستمرة لقرابة العام تقريبا وممتدة من بور سودان وحتى الجنين وتتصاعد هنا تنخفض هناك يتم احتواء بهذا الشكل أو ذاك ولكن في كل هذه الصراعات والنزاعات دائما هناك عنوان مشترك أو مطلب واحد مشترك يعني يمثل القاسم المشترك الأعظم في كل الحالات وهو يتمثل في المطالبة بفرض هيبة الدولة وسلطة القانون هذا كعنوان أبرز ولكن يعني الإجراءات القانونية لوحدها لا تفسر يعني غياب الإجراءات القانونية لوحدها لا تفسر مثل هذه الظاهرة الخطيرة والمزعجة هناك أسباب مرتبطة بالمنافسة على الموارد مرتبطة بالحقوق يعني المرتبطة بالأرض بالخدمات بإضافة إلى جيوش البطالة والفاقدة التربوي أيضاً انتشار السلاح خارج الأطر النظامية المعروفة للدولة مشكلات موروسة في المنظومة الأمنية نفسها المعنية بفرض هيبة الدولة وسلطة القانون وجملة أشياء وهناك أشياء أيضاً يمكن أن تكون تمت دون تخطيط مرتبطة بحالات نزوح قديمة في مناطق يعني تجد نزاعات في مناطق بين مجموعتين تجد أن المجموعتين تعرضت لنزوح في السمانينات مثلا منتصف السمانينات أو مجموعات ارتبطت بانتقال بعمالة موسمية لمناطق إنتاج كما في مشروع الجزيرة أو خلافه وبطبيعة الانتقال يتم الانتقال بالرابط الأسرية والقبلية وكل مجموعة عندما تنتقل تبحث عن حواضن اجتماعية ذات خلفية قبلية أسرية عوائلية خلافه فتسكن أطراف المدن أو هكذا وتتحول إلى نمط من السكن الغير منظم أو ما يعرف بالسكن العشوائي وتتمدد المدينة وتنمو ويصبح هذا أمر واقع تضطر السلطات المحلية إلى تقنين هذا السكن الغير مخطط وكذا فتجد في كثير من المدن الأحياء القبائم يعني الحي مرتبط بخلفية مجموعة سكانية معينة ذات روابط بخلفية من انتقال فجملة هذه العوامل تقدم لنا ظاهرة جديدة نعم والسؤال الذي يطرح نفسه هل هذه الظاهرة يمكن أن تكون منظمة حتى على سبيل يعني قبيل اتهام جماعات أو جهات أخرى على سبيل هذه الظواهر ومن يقوم بهذه المطالبات والنزاعات المختلفة هل هناك تنظيم لهذه النزاعات أم أنها تفلتات فردية الإثنين معا جزء منه تفلتات فردية وجزء منه أياد ودوائر داخلية وخارجية تستثمر في هذا الواقع الهش دائما المجموعات التي تستجيب للإصطفاف القبلي العدائي هي مجموعات مرتبطة بالبطالة بالتخلف بالجهل بالفقر يعني مستوى الحياة الضعيف وبالتالي بهشاشة الوعي وبالتالي تستجيب بسهولة للتعبئة يعني للدعاية التي يمكن أن تصاعد بشكل عدائي تستجيب لهذا الأجانب ولذلك كل الإفتراضين قائم يعني العوامل تلقائية ضمن طبيعة نشوء هذه المجتمعات القبلي وفي نفس الوقت وجود محرضات تستخدم خاصة مع وجود الوسائط وسهولة يعني الترويج لأي مسؤول وإذا رصدنا بعض الحالات التي تنبني على فبركات يعني حادثة يمكن أن تكون في واحدة من مناطق التعديل مثلا حادثة هي بشعة مواطن يعني اشتبك مع آخر اختلفوا قتل اتقطع الراس اتخطى تجي جهة تانية تصور هذه المنظر البشر وترويج لأنه هذا الشخص من القبيلة الفلانية اعتدت عليه القبيلة الفلانية ومثلت وهكذا نعم إذن سبب القبلية هو قد يكون دافع الأساسي لاحتضان التفلتات الفردية وبالتالي يعني أن تأخذ الصدى أكبر على نطاق الأقاليم السودانية على الواقع القبلي موجود ولكن القبلية نفسها في فترة من الفترات ما كانت هي مشكلة بل هي كانت عنصر تواصل عنصر تفاعل عنصر تصاهر عنصر تمتين يعني المجتمع السوداني بكلياته والقبائل السودانية عرفت بالتصالح بالتفاعل من فترة تثور المهدية وكل قبيلة كانت تتدافع بحيث أنه تلعب الدور التاريخي في البناء الوطني وظل هذا الدور مستمر حتى مع الحركة الوطنية مع الاحتفاظ باستقلالية الزعامات القبلية نعم الجديد في الأمر أن يكون هناك تسييس للزعامات القبلية ودور سياسي للقبيلة إن القبيلة يمكن أن تكون صوت مساند للسلطة يمكن أن يعني لدرجة أن تحول بعض زعامات القبائل في فترة النظام البائد إلى ما يشبه المخبر ضد مجتمع القبل نفسه وهناك زعامات تم تصنيعها وهي لا تمتلك مقومات الزعامة الأهلية وهناك تقوية لمجموعة يمكن أن تكون مجموعة قبلية صغيرة مرتضية بوضعها يتم تقويتها بنفوذ السلطة ونفوذ جهاز الأمن واستخدامها ضد المكون آخر وبالتالي أصبحت هناك مجموعات ضد طابع قبلي تستقوى بالسلطة وبالأمن على مجموعات متساكنة ومتجاورة ومتصالحة هذا هذا رسب يعني لعشرات السنين يعني يمكن ثلاثين سنة بنشاط مدروس ومفهوم ونشاط أمني وأيضا تسليح يعني مثلا من المرارات تسليح هذه القبيلة ضد القبيلة الأخرى وأن تصطف السلطة بأجهزة الأمنية بقوانين بكل آليات بإعلامة مع مجموعة ضد مجموعة فهذا التخريب ممنهج لروابط المجتمع ولكن المجتمع في قاعدته ظل متمسك نعم يعني الآن بروف السودان يعني يشهد هذا التغيير منذ عام لكن في نفس التوقيت لوحظ تنامي هذه النزاعات هل لديكم معلومات أن هناك جهات تعمل على استثمار هذه الروابط التي ذكرتها واختيار أي روابط يمكن أن يحدث أثرا في هذه النزاعات وبالتالي تفعيله لتأجيج النزاعات القبلية في السودان دائما في هذا النوع من النزمات تجد أكثر الأصوات اشتطاط وتطرف ويعني حماسة للتصعيد دائما تجدها من فلول النظام البائد يعني وحتى هذه الأصوات تجدها إما ظاهرة أو مستثرة بخلال ما يتم الترويج له من خلال فبركة الشائعات ومن خلال التشدد في جلسات المصالحات وغيره وهذه أيادة موجودة ومفهومة الدور الذي تقوم به وتحاول أن تستصمر خاصة في المناطق البعيدة والمناطق انتشار السلاح الغير مشروع ولكن هذه واحدة ما لم تجد المناخ والأرضية لم يكن بالإمكان أن تقوم بمقام البيتر وبالتالي لا بد أن نشير إلى أن هناك تقصير من جانب الحكومة في قدراتها في استباقها للأحداث في تباطؤة في التصدي الأول لقطع الطريق أمام مثل هذه المجمعات التي تستثمر ولكن دائما هذه المجمعات نذكر تماما أحداث بورسودان في رمضان قبل الماضي مع يعني انتصار الثورة بكل عظم عظمتها وزخمة وانفوالها في أقل من شهر انفجرت الأوضاع في مدينة بورسودان بشكل مخالف لكل قيم السورة وما تفضلت به في المقدمة الجميلة التي قدمتها في بداية الحلقة إنه ما كان للسودانين أن ينتصروا على ذلك الغول الجاسم لثلاثين سنة ما لم يتسام عن الثانويات الغير مفيدة يسموا على الجهوية على القبلية على العصبية الدينية على غيره في هذه اللحظة فقط استطاع السودانين أن يهزموا أعطى نظام باطش في القارة الافريقية نعم ولكن في أقل من شهر انفجرت الأوضاع بنفس الآليات وجدت بطاقات ومنسوبة لمجاهدين وغيره والصراعات حتى في الفترات السابعة كانت تتم بالسلاح الأبيض بكذا ظهر فيها السلاح الناري ظهر فيها تفجير النهبيب الغاز قنابل يدوية خلافه من التوهيد الجديد ونوعها المختلفة السؤال أيضا الذي يطرح نفسه بعد الجهات الداخلية التي يمكن أن تستغل هذه الأوضاع من مهددات أيضا الأمن الداخلي والأمن القومي هل لمستم أي تدخلات لجهات خارجية في هذه الصراعات ربما بدعم الجهات على حساب جهات أخرى وتأجيج نزاع القبلي يعني لم يثبت بشكل يعني عملي وبالنتيجة وجود يعني محركات أجنبية للصراعات القبلي في أي منطقة من مناطق السودان حتى الآن يعني التحريات الأمنية يعني المتابعات الرصد حتى الآن لا توجد تقارير تفيد بوجود يعني أو تثبت بوجود محركات ربما يكون هناك تخمينات تكون هناك إشارات ولكن لم يثبت بشكل نعم أشرت قبل قليل في حديثك يعني هناك إصلاح أو تغيير في المنظومة للأجهزة الأمنية والرسمية كذلك حتى تسهم بدورها في حسم هذه التفلتات وأشرت أيضا إلى وجود خلل في ردع هذه الجهات سواء كانت داخلية أو المزعومة بأنها خارجية وما إلى ذلك من أخبار مختلفة يعني كيف يمكن معالجة خلل عدم قدرة الأجهزة الأمنية التي تذكرون أنها تحتاج إلى تعديل وتحتاج إلى إصلاح لمقاومة والحد من هذه التفلتات طبعا الإصلاح للأجهزة المدنية والأمنية الأسكرية خلافه هذا الإصلاح هو واحد من مطلوبات السورة يعني السورة قامت من أجل إصلاح جهاز الدولة بكل يات وبكل عنوين المدنية والنظامية وخلافه وبالتالي هذا العنوان الإصلاح هو إن بنى على قناعة أن هناك خلل في كل المنظوم جاري الإصلاح في المؤسسات في الخدمة المدنية في النيابة في المؤسسات القضائية وبنفس القدر في المنظومة الأمنية لأنها موروسة من نظام كانت لديه مستهدفات وبنى هذه المؤسسات وحاول استخدامه واتهت في ذلك لأهداف استدامة حكمه تمرير أجندته تفكيك المجتمع قهر الناس قبل الأصوات وخلافه وبالتالي هناك خلل موروس داخل هذه الأنظمة ولكن حتى نكون دقيقين لكي نحاكم أداء المنظومة الأمنية ونوصف بالقصور نتأكد أن هناك قصور ولكن هذا القصور يجب أن لا يعني نتركه بلا عمان لكي تحاسب أي جهة لا بد أن تحاسبها وفق ظروفها نعم يعني إذا وفرنا لها التدريب الكافي إذا وفرنا لها الهيكلة المناسبة إذا وفرنا لها الآليات والمعدات إذا وفرنا لها ظروف المعيشة المناسبة عند ذلك الوقت نستطيع أن نحملها نتيجة القصور ولكن هي تكون مجبرة في أن هذه حدود قدرتها وهذه حدود مغدرتها على الاحتواء أيضا من الخلل المرصود في المنظومة الأمنية في بعض الأحيان أنك تجد المنظومة نفسها من المكونات المحلية للمجتمعات المتنازعة وهذه مشكلة كبيرة في السابق قبل أكثر من سلسين عام المنظومة الأمنية هي منظومة متجانسة من مختلف مناطق السودان يمكن أن تنقل الشخص من دونقلة إلى كسلة إلى سنار إلى الفاشر وضع طبيعي الدولة قادرة على أن تهيئ هذا خلال هذه الثلاثين سنة تم قولبة هذه المنظومة في مناطق المحلية وبالتالي تجد أغلبية منصوبية المنظومة الأمنية هم من نفس المجتمعات نعم وبالتالي تسبب هذا في الأزمة لكن بروفتاور دائما ما تبررون برد الجهات الرسمية على أن هذه المشكلات موروثة من النظام السابق والآن هي تركة يصفها البعض بأنها ثقيلة لكن كيف يمكن أن نتعامل مع هذه التركة وكيف يمكن الرد على التساؤل والإشارة إلى اتهام الحكومة بالتقصير في فرض وبسط هيبة الدولة رغم ما تدركه من مشكلات يعني تقصير الدولة هو واقع مفروض نقربه كحكومة يعني نحن أداءنا هو هو الممكن وليس الطموح الطموح أن تكون كل المؤسسات مستقرة مترتبة بالوضع النموذي عندك جيش واحد عندك شرطة واحدة عندك مؤسسة خضاء فاعلة عندك قوانين يعني متسقة ومتفق عليها وهكذا قوانين صحيحة إلى الآن نحن في مرحلة الإصلاح إصلاح القوانين إصلاح الأجهزة إصلاح إذن هذا خراب 30 سنة فلا يمكن أن تتوقع أن تتم معالجة المنظومة كلها بالفعالية المطلوبة خلال بضعة أشهر مع الواقع السياسي المتحول الذي يمشي على رمال متحركة واقتصاد نفس الشيء لكن الأوضاع لا تحتمل الانتظار وفي نفس الوقت أيضا ما هي الخطوات التي اتخذت في هذا الصدد في سبيل معالجة هذه المشاكل والحلول التي اقترحت أو نفذ جزء منها يعني في كثير من الأحيان يتم التحرك أحيانا التحرك يكون متأخر هذا هذا يعني جزء من التقصير الحكومة في أنه يفترض أن تكون عندك إجراءات استباقية لما يحدث من انفلات أمني هنا أو هناك من استدام قبلي هذا هذا تقصير لا يمكن أن ننفيه ولكن هذا عنده مسبباته مسبباته ما ذكرناه أنه الهجهزات محتاجة إصلاح محتاجة إعداد محتاجة تطوير محتاجة هذا يعني إذن ما نقوم به من إجراءات هو أن نتحرك بقدر في الأسرع ما يمكن بالتقليل الخصائر بقدر الإمكان محاولة فرض هيبة الدولة فرض قوات مشتركة في المناطق المعنية محاولة تغيير القوات من هنا إلى هنا التحقيق مسار العدالة وهكذا نعم لكن لم تذكر أيضا من المسائل المهمة التي يعني يستوجب الحديث تطرق إليها مسألة جمع السلاح هناك من أن يتهم السلطات بالتهاون في هذا الملف تحديدا وهو يعني عامل مؤثر جدا في هذه النزاعات هذا هو العنوان الأبرز في المناطق التي يكون فيها الانفلات كبير في مناطق ما فيها مشاكل جمع سلاح في بعض الأقالي فيها يعني مناطق غير النزاعات غير المسلحة ما فيها مشكلة جمع سلاح فيها مشكلة فعالية المنظوم الأمنية والعدلية في المنطقة في قدرة الدولة على توفير الخدمات وإلى آخرين أما في مناطق النزاعات فهناك كمية كبيرة جدا من السلاح المنتشر خارج سلطة القانون ويظن هو واحد من المطلوبات الأساسية وتم في أكثر من مرة السعي لجمع هذا السلاح ولكن هذا الجمع لم يكن بالقدر المطلوب وهو عملية مستمرة يعني كانت هناك سلاح منتشر لدى القبائل سلاح بواسطة بالسلطة بغير السلطة بقوات يمكن كانت غير نظامية مجموعات المهم هناك سلاح منتشر بشكل واسع هذا السلاح لكي يتم جمعه يحتاج عمل كبير ويحتاج عمل مشترك بين القوات المختلفة نفسها وأيضا يحتاج استجابة من المجتمع نفسه يعني إذا شخص عنده ثلاثة قطع سلاح وعملت حملة أنت بتاعت جمع سلاح وحصلت على قطعة منه لا يعني أنك انت امتهت من المشكلة إذن يظل السلاح موجود هذه عملية مرتبطة بإقرار السلام في مناطق النزاع المسلح نعم يعني ملف السلام بتأكيد هو من المعوامل المؤثرة في النقاش في هذا الملف لكن تحديدا ما يتعلق بالتساؤل الذي دائما ما يأتي على لسان المواطنين في أقل مسودان المختلفة عن الدور الذي صرح به مرارا المكون العسكري بأنه حامل الثورة ومن أدواره الرئيسية حفظ الأمن وبسط أيضا الأمن في أقاليم السودان المختلفة أقررتم بالتقصير لكن من المسؤول مباشرة عن عدم فرض الأمن في مناطق النزاعات التي تحدث المسؤول هو الحكومة بكل مكوناتها يعني لا تحمل المسؤولية لمكون عسكري بمعزل عن المكون مدني أو العكس ولا بمعزل عن المنظومة السياسية أيضا لأن المشكلات ذات طبيعة أمنية اجتماعية سياسية إذن كل المنظومة المسؤولة من قيادة الدولة هي معنية بهذا الدور المنظومة الأمنية مسؤولة بضبط الأمن بجمع السلاح بالتحرف في الوقت المناسب وكذا المنظومة السياسية المدنية الحكومية مسؤولة من توفير أسباب عدم الاحتكاك وعدم النزاع سواء في مسألة توفير الخدمات في مسألة التوضيح المسارات القوانين إلى آخره المنظومة السياسية والمدنية بشكل عام غير الحكومية مسؤولة عن لعبة دور التعافي داخل المجتمعات هذه عملية حوارية متصلة وواسعة فإذا تحرقت بالجانب الأمني فقط تكون جزء فقط من المشكلة يعني تعالجت جزء ولكن يمكن أن تتجدد المشكلة إذا عالجت الجانب الخدم فقط وتركت جانب الوعي وجانب تنقية النفوس أيضا فهي عملية متكاملة من الجميع بما فيها الدور الإعلامي الدور الحوارات السياسية الحوارات الاجتماعية الدور الأهلي وهذا أيضا ربما يشير إلى أي مدى هناك تقاطعات بين الأجهزة التنفيذية ومستويات الحكم في الدولة من مجلس سيادة ومجلس وزراء وقوات نظامية تتطلب تكاملا بينها حتى يتم القضاء على كل هذه تفلوتات ونزاعات القبلية وحل حالة القضايا المختلفة في البلاد إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه التقاطعات على تفعيل الرؤى أنا لا أسميها تقاطعات وإنما أسميها نوع من عدم التنسيق وعدم يعني تنسيق الأدوار بشكل متكامل بحيث يعني تتحرك المنظومة كوحدة واحدة وهذا يعني تم استدراكه مؤخرا إذا لاحظنا كل الوفود الرسمية التي تحركت إلى أي منطقة من مناطق النزاع تجد فيها تمثيل سيادي تجد فيها تمثيل من مجلس الوزراء تجد فيها تمثيل من الحرية والتغيير تجد فيها تمثيل من العناوين المجتمع الأهلية والمدنية وهكذا يعني هذه وصلوا لها الناس بالممارسة ولكن ما كان يبدو أنه هو ما أسميه أنا عدم تنسيق أنه الفترة الانتقالية نفسها وأجهزة الفترة الانتقالية لم تتشكل دفعة واحدة وإنما تشكلت بتدرج يعني لو تذكر قبل عام هذا التاريخ تماما تم تشكيل المجلس السيادي وظل المجلس السيادي هو الذي يدير جهاز الدولة بكلياته لحوالي شهرين أو ثلاثة أشهر بكل ملفات الاقتصادية السلام إلى آخرين ثم تبعوا بعد ذلك مجلس الوزراء وأيضا أصبح هناك الجهاز السيادي والجهاز التنفيذي ولكن لم يكتمل حتى الجهاز التنفيذي إلا قبل أسبوع بمسألة الأولى لكانت أيضا واحدة من المطلوبات استكمال أجهزة الحكم في الدولة مع هذا ظل وسبقه تعديل وزاري كذلك وتعديل وزاري وأيضا غياب الجهاز الرقابي والتشريعي في الدولة إلى الآن يعني لما يقارب العام فهذا التدرج في هيكلة أو في استكمال المنظومة المنظومة الدولة للفترة الانتقالية هو أيضا يلقي بظلال على العداء وبالتالي يبدو للبعض أنه هو يعني تقاطع أحيانا بعض الناس يتحدث عن أنه هذا الجزء يتدخل في اختصاصات ذلك أو هذا يتخطى أو كلها يعني في مجلس السيادة وكذلك في مجلس السيادة كيف تعلقون على ما يصطلق عليه بنزع صلاحيات للأجهزة الأمنية يعيقها ويقلل من قدرتها على الاستجابة في هذه التفلتات يعني ما أفهم السؤال يعني هناك من يرى أن هناك نزع لصلاحيات الأجهزة الأمنية من من صلاحيات من من صلاحيات يعني في بسط هيبة الدولة لا تستطيع أن تقول نزع صلاحيات الأجهزة الأمنية صلاحيات معروفة ولكن يجب أن تعمل وفق القانون وفق القانون على سبيل المثال يعني نحن في نظام ديمقراطي يقوم على الحريات واحدة من المطلوبات الأساسية للثورة وبالتالي ضمن هذه المرحلة حق التعبير السلمي مكفول لأي جهة على مؤسسات الشرطة أن تحمي التعبير السلمي بشكل معين وتمنع التفلتات في حال وجود ظاهرة خروج على القانون لا تستطيع الشرطة أن تتصرف من تلقاء نفسها ولكن يجب أن تتصرف وفقا لموجهات وكيل النيابة الذي افترض أن يكون مرافق لذلك أنا أشرت في وحدة من نقاط الضعف أداء النيابة نفسها لأن إذا تصرفت الشرطة لوحدها تكون هي مسؤولة من الخطأ وهذا يحلق نوع من الإحجام في كثير من الأحيان يتكلم الناس عن أن الشرطة ما تدخلت في الوقت المناسب وكان ينبغي أن تتدخل وتفعل وتفعل ولكن هي لا تستطيع أن تتصرف من تلقاء نفسها ما لم يكون هناك وكيل النيابة هو الذي يحدد للشرطة أن تتدخل في هذا الوقت تتصرف بياته الشكل لا تستطيع في هذه الحالة تدخلها يكون خارج إذا أنت ترى أنت هذه التعقيدات والتنسيق ربما يصفه البعض بأنه نزع للصلاحيات هذا هو كثيرا أحيانا لما يتيم الحديث عن نزع الصلاحيات في السابق كان عندنا في النظام البايت جهاز الأمن عنده فرقة العمليات أو ما يسموها وهذه كانت مطلقة طليات وفوق القانون ومتستبيح الأرواح والحرمات والبيوت ولكن هذه لم تكن فعالة هذه كانت فعالة في في التعدي على حقوق الناس في قمع الناس في قهرهم في 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 تجاوز القانون لأنها فوق القانون يستطيع رجل الأمن في الأهدى البايد أن يقتل ولا يمكن تقديمه لمحاكمة ولكن نحن في مؤسسة في دولة القانون وحدة من شعارات الثورة العدالة بالتالي العدالة إنك يعني يجب أن منظومة الأمنية نفسها أن تتصرف في وقق القانون لذلك أحيانا عندها صحيح في حالة نزاعات في حالة دفاع النفس في حالة نزاع مسلح تستطيع الشرطة أن تدخل ولكن حضور النيابة وفعالية النيابة هو الأساس في إذن التدخلات تحتاج إلى أيضا وجود الأجهزة العدلية المختلفة هناك من يقول بروف تاور بأن اللين والتراخي وعدم استخدام الحسم الثوري هو يظهر في كل ما يجري اليوم من تفلوتات مختلفة في أقاليم السودان المختلفة إلى حد ما هذا الكلام صحيح شهدنا أنماط من ثورات كثيرة في العالم استخدمت الحسم الثوري محاكمات فورية خلافه إعدامات وكذا ولكن الثورة السودانية يعني قصدت أن تتغيذ بمبدأ العدالة مبدأ الحرية ومبدأ العدالة والتالي لا يعني هناك فرق ما بين العدالة وما بين الانتقام يعني نحن نبحث عن أن نقتص من من يتجاوز القانون من من يتعدى على الحقوق الشعب على حقوق المواطنين ولكن أيضا بآليات العدالة المتفقين كلنا عليها وإلا فإننا نكون استنسخنا السلوكيات تجاوز القانون تعدي على حقوق الإنسان إذن لكي نحافظ على حقوق الإنسان ولكي ما يعني نسير في تجاه التحول الدموقراطي المنشود لا بد أن نلتزم بالقانون المهم أن تكون القوانين متسقة مع الجرم وأن يكون الجزاء من جنس العمل والسؤال أيضا في إطار العدالة أن هناك أقاليم في السودان يرتبط فيها تحقيق العدالة بالفصل وتقديم دعوى مختلفة تتعلق بجرائم حرب مطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك لمنظمات مختلفة وهذا الملف أيضا يوصف بالبطء الشديد كيف تعلقون في مجلس السيادة على هذا لا أسميه بطء إذا لم نتحرك في الملفات خطوة واحدة يعني الإنسان البسيط في أقاليم السودان المختلفة التي تأثرت من الحروب وهذه الجرائم ينظر إلى الثورة أنها لا يتفهم طبيعة هذه الإجراءات وأنها لم تحقق هذا المطلب بالتأكيد ولكن هناك إجراءات مرتبطة باستكمال هياكل الحكم للفترة الانتقالية نفسها وبالتالي يعني الآن نحن في كثير من الأشياء نضطر أن نحسم بعض النقاط الضرورية للضرورة بمثلا إجازة قوانين أو اتخاذ بعض القرارات المهمة باجتماع المجلسين المجلس السيادة والمجلس التشريعي ليمثلوا يقوموا بدور المؤسسة التشريعية والرقابية وهذا كلنا متفقين أن هذا وضع غير طبيعي في ظل وجود الجهاز الرقابي المكتمل الذي يفترض أن لا يقل عدد أعضاءه بتمثيل متجانس لكل قوة السورة والسودانيين لا يقل عن تلتمية شخص هذا ما لم يكتمل لذلك تظل الحركة حركتنا منقوصة وغير مكتملة نعم لذلك لا بد من هذا الواقع هذا ما فرض نعم ننتقل مباشرة لمناقشة أيضا محور مهم جدا في هذه الحلقة في ما يتعلق أيضا بتأثيره على النزاعات القبلية ملف السلام هناك من يرى أن فتح مسارات الشمال والوسط والشرق وغيرها من الأقاليم المختلفة أجج هذا الصراع بدعوة مطالبة الموجودين في الأقاليم بوجودهم في المفاوضات وعقد عملية وسير المفاوضات خاصة صحيح ولكن عملية السلامة التي تجري الآن هي مع طرف واحد من مكونات العملية السياسية اللي هو الجبهة السورية هناك أيضا طرف ثاني هو جزء أساسي من عملية السلام الحركة الشعبية فصيل القائد عبدالعزيز الحلو ما يزال يجري معه التفاوض وهناك طرف ثالث الأخ عبدالواحد نور وهو أيضا يعني ما لم تستوعب عملية السلام كل المكونات لا نستطيع أن نتحدث عن سلام شامل وبالتالي على هذا الصعيد فيما يلي الجزء المتعلق بالمسارات هذه المسارات يعني فرضت نفسها من خلال الحوار مع الجبهة السورية وليست كل هذه المسارات فتحت باب بالفعل لتجزئها وهي بدأت بالمقلوب يعني أنا بدأت بالمقلوب لأن الوضع الطبيعي والوضع الصحيح هو أن تبدأ بمناغشة القضايا القومية عموما في مظلة واحدة بمشاركة جميع المكونات أن تكون حركة الحيل موجودة أن تكون حركة عبدالواحد موجودة وأن تكون الجبهة السورية موجودة والحكومة موجودة وأن نكون موجودين كلنا في مظلة واحدة ونتفق على القضايا القومية حول كيف يحكم السودان نظام الحكم في السودان القوانين التشريعات نعم هذه المسائل هذا لم يتم لم يتم أنا من يعني من تقدير الخاص هذا الواقع لم تفرض الحكومة لأنه هذا كان مطلب الحكومة ولكن رفضته هذه المجموعات نفسها نعم وهذا هو السؤال أيضا لدور حركات الكفاحة المسلح هناك من يرى بأنه دور غائب وغير ملموس في هذه الملفات المعقدة التي يمكن أن تسهم بها هذه الحركات الكفاحة المسلح في حل حلت وتخفيف حدة النزاعات هي غيبت نفسها لأنه الوضع الطبيعي أنت لا تتفاوض مع نظام البشير نظام البشير أسقطناه معا بكل السؤالات وموبقات وأزلناه فتحنا صفحة جديدة بالتالي كان ينبغي أن نجلس كشركاء وطن بقلب مفتوح ونتفاكر ونتحاور حول كيف ينبغي أن نسير ببلدنا إلى مستقبل يعود هذا الجيل الكبير الذي أنجز ما أنجز ووفر لنا هذه الفرصة لكي ننطلق إلى الأمام لكن هي امتنعت أنا حريص على أن أثبت هذه الحقيقة أن هذه المجموعات رفقائنا في حركات الكفاح المسلح هم من رفضوا أن يجلس الجميع في مظلة واحدة لمناقشة القضايا القومية والاتفاق عليها أولا ثم بعد ذلك في خضايا ذات طبيعة مناطقية ذات طبيعة مناطقية ينبغي أن تدار مع كل ملك هذا ما فتح هذه الصغرة واللي دخلتنا في مسألة المسارات مع الجبهة السورية والآن نحن يعني التعقيد المضاف إلى هذه النقطة وهذه نقطة مهمة جدا التعقيد المضاف أنه نحن مطلوب مننا كحكومة أن نتفق مع الجبهة السورية لأنها جلست ومشت في الحوارات ويعني أبدأ التجاوب طيب المجموعة الثانية هتجي أيضا وتدير نفس النقاشات وفي نفس الموضوعات وتريد أن تأتي باتفاق خاص بها والمجموعة الثالثة تريد أيضا اتفاق خاص بها وهذا سيعقد عملية وهذا سيعقد عملية هذا التعقيد والسؤال إلى أي مدى يوضح ذلك أن حقيقة ما يجري من مفاوضات في جبهة هي بعيدة عن أصحاب المصالح الحقيقيين الموجودين في أقاليم السودان المختلفة دون إجماع أو تنسيق بينهم نعم يعني طبعا بزلت الجهود من كل الأطراف من الوساطة خاصة الإخوة في حكومة الجنوب وهم أقرب من يتفهم ظروف النزاع في السودان والأقدر على أن يلعب دور كبير أيضا يعني الشركاء الإقليميين والدوليين الاتحاد الأفريقي غيره المنظومة الدولية أيضا ظلت رائع فهذا كان دعم كبير جدا لمجهودات السلام في السودان وبالتالي بزل ما بزل لأنه كان مربوط بحسب الوسيقى الدستورية سقف زمن معين للسلام ستة أشهر ويعني بزل جهد في إجراء مشاورات ولكن هذه المشاورات كانت فقط في إطار التحور مع الجبهة التسورية لم تكن تشمل يعني هناك خلل لا يمكن إنكاره تجاوزه ولكن السلام هو مسؤولية الجميع ليس مسؤولية الحكومة ولا مسؤولية الإخوة في حركات الكفاح المسلح لوحدهم ولا مسؤولية الوساطة وإنما مسؤولية من يتقع عليه تبعات ما يتم التوافق عليه في السلام من بنود سلام ولذلك ما لم يخضع ما يتم الاتفاق عليه إلى مشاورات وحوارات مع المجتمعات المحلية في سبيل استيعابة أيضا سيظل هذا السلام ضعيف نعم ويعني أيضا من أهم الظواهر المختلفة التي شهدتها البلاد في هذا العام ظاهرة الاعتصامات السلمية التي شهدتها عدد من الأقاليم السودانية كذلك كيف تعلقون على هذه الاعتصامات كوسيلة للتعبير عن أي مطالب كانت وكيف تنظرون إلى موضوعية المطالب التي تقدم في هذه الاعتصامات كظاهرة هي شيء إيجابي لأن التعبير عن المطالب بطريقة سلمية هي آلية مطلوبة آلية من آليات الممارسة الديمقراطية المطلوبة وهي درجة من درجات الوعي في ممارسة السياسية والممارسة المطلبية ولكن أنا في تقديري أنه هناك أيضا درجة من الوعي المنقص يعني هو وعي ولكن وعي منقص يعني ينبغي عندما تطالب حكومة محلية أو مركزية بأي مطلب من الحقوق التي هي حقوق مشروعة مشروعة أن تطالب بالاستقرار بالأمن بالخدمات الضرورية بالطرق بكل ذلك هذا مشروع ولكن يعني المطالبة دائما بتبدأ متدرجة تبدأ بطلب لقاء بالمسؤول بشكل لجنة تشرح الحاصل مرة تانية ما تمت الاستجابة يمكن أن تقدم مذكرة فيها تنبيه لكذا وكذا لخطورة الأوضاع أو صعوبتها أو هكذا تبدأ مرة تانية ممكن بوقفة بلافتات بخلافه بموقف سلمي بإضراب لمدة يعني اعتصاء لمدة ساعات لإضراب يعني تدرج تصعيد يعني التصعيد التدريجي ولكن ما يلاحظ وهي أشبه بالموضة يعني مجموعة تدعو لاعتصام المدينة الفلانية وتكون قائمة المطالب لا حدود لا مطالب عبارة عن برنامج الحكومة للثلاث سنوات إذا ما تعمل الطريق الفلاني ما حنفض الاعتصام وأحيانا وارتفعت كذلك يعني عذرا على المقاطة لكن ارتفعت هذه المطالبات للوصول حد يعني صراعات مختلفة ودعوات بالانفصال رغم خفوت هذا الصوت ألا يرعبكم هذا الصوت نعم هو لا يرعب ولكن يعني هو شيء يعني ما مستحب يعني ويشير إلى أنه بعض الصوات النشاز ما بالضرورة هي عفوية جزء مننا قد يكون عفوية ولكن يعني منذ أن بدأت ثورة ديسمبر وإلى أن أسقطت نظام البشير المباد كانت الاحتجاجات سلمية وكانت منضبطة منضبطة سلوكا منضبطة خطابا ويعني وممارسة ولم يحصل لم نسمع بأنه مجموعة من أي لجنة لجنة مقاومات المنطقة الفلانية أو مجموعة من الشباب السوار مثلا احتلوا المحلية الفلانية ومنعوا الموظفين من العمل أو قفلوا باب المستشفى وطردوا الدكاترة أو قطعوا الطريق العام وعطلوا حركة المواطنين هذه السلوكيات لا علاقة لها بالثورة ولا علاقة لها بالمطالب المشروعة وإنما الصامة السلمية هي الصامة السلمية هي الوسيلة المتفق عليها ويمكن أن تنصب خيمة وفي ميدان عام وتعبر وتخاطب وتوصل صوتك بالكيفية التي تريد ولكن دون أن تعطل أعمال ومصالح المواطنين دون أن تحرق دون أن تسيء دون أن تضغط على الحكومة بما يعيق عملها بأشياء هي غير واقعية يعني أن تطالب بأنه ينفذ الطريق الآن وإلا أن نحن ما يعني نعم وضحت وضحت الفكرة كيف تنظر بروفتاور وتنظرون أنتم في مجلس السيادة إلى دور الإدارات الأهلية في حل حالة هذه المشاكل وهناك من يرى بأن اتفاقات الصلح التي تتم هي هشة وسرعان ما تنهار ما هي الأسباب الأسباب هي أن الإدارة الأهلية كأي منظومة اجتماعية هي منظومة لا تقبل التسييس مثل الطرق الصوفية مثل الحركة الرياضية مثل حركة الإبداع يعني هي تقوم بنشاط اجتماعي مفهوم ومحدد لحفظ مصالح مجتمعاتها وهذه الإدارات الأهلية استخدمت بطريقة معادية لمجتمعاتها وكانت تلعب أدوار أبعد من أدوارها المرسومة لها لذلك حصل فجوة خلال التلاتين سنة ما بين القيادات الأهلية وما بين جيل جديد نشأ بخطاب جديد بلغة جديدة لا يعني منفصل نفسيا عن القيادة الأهلية ولكن تظل الإدارة الأهلية لأن تعرف التاريخ تعرف علاقات الأرض تعرف علاقات المجتمعات لديها القدرة إلى الآن أن تلعب دور ولكن لوحدها لا تستطيع أن تلعب نعم نود أن أيضا ندلف إلى نقطة مهمة جدا وهي نقطة الولاء قبل أن نختم هذا الحوار كيف تنظر لفرص نجاح الولاء المدنيين في الولايات بصفة عامة وإلى أي مدى كان غياب الولاء المدنيين يعني أسهم في تأجيج هذه الصراعات وفي نجاحهم في هذا الملف ربما لتداركوا هذه الملفات نتمنى للإخوة والولاء المدنيين التوفيق ولكن يجب أن لا يكون صقف التوقعات كبيرا لأنهم يعملون في ملف النزاعات تحديدا أم بصفة عامة لا بصفة عامة في ملف النزاعات أتوقع أنه يستطيع أن يلعب دور كبير لأنه طريقة تعاملهم يعني هم لديهم إلمان بالبعد السياسي للأشياء للبعد الاجتماعي للمجتمعات لقدرة الاستيعاب الجميع ولكن قبل أن أجيب على السؤال على أجعلها لابد أن نحيي بشكل خاص كل الولاء العسكريين الذين تحملوا الأعباء خلال العام الماضي تصدوا لمسؤولية كبيرة هم ليسوا سياسيون ليسوا زعماء أحزاب ليسوا قادة مدنيين ولكن ظروف البلد وتحولاتها السياسية فرضت عليهم أن يتحملوا مسؤولية وبالتالي كان أداءهم حسب قدرتهم يعني من باب الواجب الوطني ونجاح في هذا الملف في إخفاق في هذا الملف وبالتالي يعني لا بد أن يعني نشكرهم على ما قاموا بيو الولاء المدنيين هم واحد من المطلوبات مطلوبات السوار ومطلوبات السورة ومطلوبات الشعب للإطمئنان على عملية الانتقال المدني لمؤسسات الدولة واستقرار المظهر الهيكلي المدني لكل مؤسسات الدولة هذا يعني مطلوب أنا أتوقع أنه يعني بالقبول وبالحاضنة الاجتماعية والسياسية يستطيعون أن يدفعوا بالأمور إلى الأمور نعم بروف تاور يعني في ملف آخر منفصل تماما وردتنا تعليقات وأسئلة في مواقع التواصل الاجتماعي ما إن ظهرت على الشاشة تتساءل بصفتك رئيسا لللجنة العليا للطوارئ الصحية عن متى سيتم رفع القيود المفروضة والحظر الصحي وفي ذلك إجابة ضمنية عن واقع الوضع الصحي وانتشار جهيحة كورونا في السودان هذا هو سؤالنا الأخير هذا السؤال تجيب عليه وزارة الصحة السودانية بصفتكم رئيسي نعم لا ليس هروبة من الإجابة ولكن أولا أنا الرئيس المناوب لللجنة الرئيس اللجنة هو أخونا الكريم الفريق إبراهيم جابر واللجنة مكونة من عدد من جهة من هذا مختلف كيف تصفون الوضع دائما اللجنة لا تتخذ أي قرار فيما يتعلق في الحظر التمديد الارتخاء التشديد بمعزل عن تقارير وموجهات وزارة الصحة فما يأتي من وزارة الصحة من مؤشرات للقريطة الوبائية لزيادة الحالات نقصانة هو الذي وما توصي به هو ما ندعم نحن يعني كلجنة بالاتجاه الصحيح إلى الآن يعني هناك انحسار في في الحالات ملحوظ يعني لحوالي خمستاشر ولاية في خلال الثلاثة سابع الماضية تسجيل حالات تقريباً حوالي الصفر في خمستاشر هذا مؤشر جيد يعني لقفل العاصمة أكثر من الحالات في العاصمة ما بالمستوى ولكن أيضاً العالم يتوقع موجة تانية ونحن ننتظر ما تقول وزارة الصحة في تقديراتها في قراءاتها ومتابعتها لتصف ما يجري في العالم للوباء وإمكانية انتقال الموجة التانية لنا كيفية التعامل معها في المرحلة الجاية الوضع الحالي سيستمر بشكله إلى أسبوعين قادمين بحسب الرأي الوبائيات إذا ما استقر الوضع بشكله يمكن أن يخلينا نخفف أكثر يعني الآن نحن مخففين ما بين الساعة السادسة وخامسة صباحاً ربما يتقلص أكثر ربما يتم ارتخاء بعض الأنشطات حسب قراءة الأوباء أشكرك جزيلاً بروف صديق وعضو المجلس السيادة الانتقالي على ساعة صدرك ودلبية الدعوة والمشاركة في هذه الحلقة من دائرة الحدث وكذلك الإجابة على مختلف التساؤلات في هذه الملفات شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً كما أشكركم أنتم مشاهدين على متابعتكم لنا عبر هذه الحلقة من دائرة الأحدث في أحدث السودان وختاماً تحياتي وفريق العمل إلى اللقاء شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة اشتركوا في القناة